نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الدور التوعوي وإبراز ما يتم بذلهم من مجهودات لدفع عجلة التنمية أدار مسؤولو الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم التي أبرزت الفهم والوعي والإدراك الصحيح لمقاتلي القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات وبقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل انطلاقا من المسئولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفي وتوعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة